شبكية في العين، تبقى هي أكتر جزء بيتأثر بشكل كبير أو بالنسبة للإتفاع معدل السكر؟ طبعاً الشبكية هي أكتر جزء وهي أخطر جزء لأنها تعتبر بالنسبة زي الكاميرات القديمة الشبكية ديك تعتبر هي الفيلم اللي بيتم بالتقاط الصورة ولما صورة شفنا الصورة الموجودة الشبكية هي اللي بيتم التقاط الصور عليها وبتبعثها بالأعصاب بالعصب البصري للمخ عشان يتم ترجمة فهي اللي بتستقبل الصور فلو حصل مشاكل في الشبكية بتؤثر بنسبة كبيرة جداً على الرؤية وعلى العين زي مدل في الميل زي الصورة اللي شفناها ديك دي صورة العين الطبيعية هيك الأشعة الضوء العين بتستقبلها توصل عن طريق في المصاري الطبيعي لها تسقط على الشبكية الشبكية بعد كده تبعثها المخ يتم ترجمتها أنه هو إيه الشيء اللي أنا شايفه ده زي ما قلنا إن شايف مثلاً كذا قدام يبقى المخ يفهم إن ده كذا هو الموجود لو حصل بقى خلل في الشبكية ديك أو في أي حتة في العين يبقى كده الصورة مش هتوصل بالصورة الطبيعية فالرؤية مش هتبقى طبيعية وخاصة في الشبكية لإن هي جزء مهم جداً وحساس جداً وحيوي جداً بالنسبة للرؤية فالسكر بيأثر عليها كتير جداً